كيف نقوي شخصية إعيالنا؟ طبعاً هذا هدف أساسي لأن الطفل لما ينشأ مهزوز الشخصية أو ضعيف الشخصية يصير ما يحسن التعامل مع ذاته ولا يحسن التعامل مع الآخرين وبعشر إذا كبر حتى ما يحسن التعامل مع المجتمع لذلك قوة الشخصية هدف أساسي من أهداف التربية المتميزة الآن لو بحثنا في القرآن الكريم وين في القرآن الكريم في قصة أو في آية تتكلم عن قوة شخصية الطفل في نموذج؟ أبيكم تفكرون معي وأبيكم تتأملون سأقف معكم في لقطة وفي مشهد جميل جداً بين أب مع ولده وكيف هذا المشهد؟ النتيجة كانت أن هذا الطفل صار عنده شخصية قوية دعونا نرى مع بعض ونقول يوسف عليه السلام أبيكم تتخيلون وهو في عمر صغير تم إلقاء في الجب وتخيلوا هذا الجب في الصحراء وتخيلوا معي أن الشمس غابت وكان في ليلة مظلمة ويسمع أصوات بالليل وهو في الجب وهو طفل عمره أقل من عشر سنوات ما حد فيكم تفكر أو تأمل شلون صبر شلون تحمل شلون تعامل مع الظلام أكثر الأطفال ترى يخافون من الظلمة وبعض الأطفال يخافون من الوحدة فتخيلوا طفل نرمي في البر أو في الصحراء وظلمة وبرد وما في أحد لا أكل لا شرب لا في أي وسيلة من وسائل الأمان شلون صبر يوسف عليه السلام هذا سؤال مهم وهذه لفتة قرآنية الله عز وجل بيعلمنا كيف الرب عيالنا تربية متميزة حتى يواجهون التحديات أنا من أيام كنت أشوف بعض المشاهد في الزلزال الأخير اللي صار ونشوف أطفال تحت الأنقاض وبعضهم اطلعوا وهم أحياء بعد مرور أسبوع أو ثمان أيام أو تسعة أيام طيب لما طلع هالطفل شون كانت نفسيته شون كانت شخصيته اللاحظة هنا إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ليساجدين هذه بداية القصة شوفوا الأب المتميز تربويا كيف يستثمر الحدث في غرس قيم تربوية شو اللي صار قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا مع أنه صغير في السن بس قاعد يعلمه أنه ترى ممكن يكون في حسد ممكن يكون في حقد ممكن يكون في كراهية بين الإخوان وهو صغير وقاعد يعطيه قيم تربوية مهمة جدا وقيم نافجة لهذا العمر فقاعد يقول له أن الشيطان للإنسان عدو مبين يعني يا بابا ترى المشكلة ليس مشكلة إخوانك وإخوانك ترى يحبونك بس المشكلة في إبليس لما يدخل بين الإخوان فأنت فرق بين أن إخوانك ما يحبونك وبين أن الشيطان ينزغ والشيطان يوسوس فإخوانك يصدقون الوسواس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر